السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بمشاهدنا العزاء حلقة اليوم حلقة للمختربين المصريين في الوطن العربي او في الخارج وكمان كلمة لكل مواطن عربي عايز يشتري في مصر ارض اول حاجة هنتكلم بصراحة وبوضوح بدون زعل وانا مش بذكر اسماء ولا اشخاص بعينهم انا بتكلم في العموم فمش عايز اي انسان مهما كان يزعل مني الموضوع كله ان انا مش بقفل التليفون بتاعي قدام اي حد ومن ساعة ما انا عملت القناة وبتعامل مع الجمهور كل ازان صغير لكل اه سائل لكن انا ملاحش من الفترة الاخيرة من ساعة ما قلت اللي انا عايز يبقى لي يا جران وعايز يكون معايا ناس كويسة هلاقي ناس كتيرة من المختربين المصريين في السعودية وبعد الدول الاخرى يتصل بيا بالتليفون او بالوطس يقعد يحكي معايا ويتكلم معايا ويقعد يقعد يقعد صرفية من اسئلة ومن استفسارات رهيبة جدا جدا لدركة يعني صعبة ورغم هذا ما بقولوش لا ومش بكسفه وبجاوبه على كل الاسئلة لكن في الاخر الاقيه يقول لي اصلنا واخوية انا واصحابي اتفقنا اللي احنا مش هناخد ارض من حد واحنا نروح المحافظة ناخد ارض منها مباشرة طيب هل الكلام ده حلوة لوحش هتكلم عنه من وجهة نظري انا فقط لغير واللي عنده اي اه شيء اخر تمام لنفسه لكن انا هتكلم عن واقع ملموس وموجود مع بعض دلوقتي لما مثلا احنا اه المختربين دلوقتي احنا في 2021 الناس مش عارفة تنزل مصر نتيكة كورونا ونتيكة قفل المطارات والناس في نفس الوقت عايزة تشتري اراضي طب مين الناس دي اصحاب المهن المختلفة الغير زراعية عايز ينزل يحلم با اه ارض المصر ويزرع ويفلح ويكون عنده استثمار حلو في نفس الوقت هو مش متخص الزراع هو مثلا محامي محاسب اه 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 سلزمان اي وظيفة مهما كان حتى لو الوظائف المهنية اه سواء اه محار بناء كل الحاجات دي على عندنا وراسنا مفوق بس مش متخصصين زراعة فبيعملوا ايه في بعض الناس بتعمل قنوات وتقعد تقولك احنا نتكلم عن الاراضي الجديدة وعن الاراضي من المحافظة والحاجات الحلوة دي بحيس ان ده اه يجزب جمهور ليهم يجزب ان هم يسوقوا الاراضي اللي عندهم وكلام من ده حلو بس لما تكي تتفرق تتفرق واعرف تاريخ الحلقة سنة كام بيتكلم في عن اي اراضي من اراضي الدولة وبعد كده تعايلها نيك نقول مسلا المهن تسمرات خد ارض من راجل او من شركة موجودة في القرية ابو هريرة بالفرفرة اسمها شركة الاراضة مكونة من اربع اشخاص من من الصعيد ومن اه واجه بحر بيبيع الارض الارض عندهم بثمانية وعشرين الف تلاقي ناس كتير اقول لك ايه هو ثمانية وعشرين الف ليه هو البرو التقم الكلفين كام تمام واا يعني هو ختم الدولة بكام لا 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 انت مغلواني ده مش عامل شبكة راي ولا عامل اه اه ليزر ولا 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 طيب احنا عندنا نعرف الشركة فلاني الفلاني فلاني عامل اه مقطع الارض على تربعات ومقسمة نصاص اه اه نص فدان وبيبيع الفدان بيكام وبشبكة الراي وكلام تاكل قلنا قبل كده وهارينا منه كلام قبل كده طيب الناس دي سواء شركة الاراضة ولا الشركات الاخرى اللي موجودة في المنطقة او في المناطق اللي موجودة حاليا في جمهورية مصر العربية خدت ايام الزبدة والطرطة بمعنى لما بدأت الدولة تقول احنا عايزين نقنن الاراضي وعايزين نقسم الاراضي الشركات دي راحت خدت الافات الافدنة الحلوة الجميلة الطعمة اللذيذة وبدأت تقطع فيها وتسوقها على حسب مميزاتها وعيوبها ما كل حاجة ليها ميزة وعيب انا جايب العروسة العروسة وحشة ومعيوبة اعمل ايه البسها حلو وعمل لها ميكياج وفوتو شين ده واشعارف اللي فوتو ايه تلاقي البنت ما شاء الله حاجة ايه ايه هي تاخدها تستحمى وتطلع ابن عمك صح الكلام فما تفرحش بالمميزات الكتيرة طيب الناس خدت لما انت بقى تقول انا ااخد من المحافزة المحافزة هتدي لك ايه فين لاما في الاطراف لاما في الصحرة لاما في الحدد البعيدة فمسلا انا زي حالاتي بروح واجي الارض ماشي كل يوم رايح جاي على رجلي مش معايا وسيلة مواصلات امكانياتي مش متاح هحط يدي على خدي لا بامشي على رجلي طب انا لو انا اخدت بقى زي اه اه الناس اللي وقتها اه اراتي مسلا بخمساشر الف ولا تمنتاشر الف ولا عشرين الف مرمية بعيد بتاخد مسلا عشرة كيلو عالطريق وبعت كده تلاتة كيلو او اربعة كيلو اه اه جوة فيما ده او مسلا قربي الجبل هنا تمام على بقى مسلا ايه الجبل احنا بنتكلم في تلاتين كيلو ولا خمسة وتلاتين كيلو فيها اراضي رخيصة بس انا اخترت ارض قريبة لما الناس ببعت لها على الواتس يقول لك اسلي بعيدة شوية تم كل حكا ليامي زوعيبي اخي طيب انت خدت الارض بالامر مباشر من المحافظة قال لمسا حد ايه متين فدان المتين فدان هتعمل فيهم ايه هنقول بقى بالتفصيل المتين فدان اللي انت تاخدهم اول شي بتعمل ترخيص وتصريح من الدولة في كل الامور بتاعتها قوات مسلحة ومحاجر واثار ولي 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 غير الفلوس اللي بتتفحها 10% من قيمة الارض للدولة وباقي الارض للدولة بتتفحها بعد الثلاث سنين اللي هي فترة السماع وبيطلع لك في الورقة من فوق حق انتفاع او 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 اي المساميات الموجودة كلها في الاخر بتتملك من الدولة الارض بتاعتك لكن ارجوكو اللي يتكلم معايا يتكلم بادب واحترامه بلاش قلة الادب وطولة اللسان علي ان انا انسان محترم وبتكلم من وقهة نظري انا المتوضع اللي في حدود امكانياتي وحدود معرفتي بالعالم فانت لو تعرف معلومة احسن مني اعرضها علي بادب وزوق بلاش قلة ادب عشان في ناس كتيرة قدامكم في التعليقات بتعمل معايا ايه ومشكور في بعض الناس بترد وناس تانية اللي هو النوعية الصمتة اللي منحب نجبلهم الشاي والقهوة يتفرك على العالة وفي الاخر يعمل لي تيس لايك فالمهم انت خدت من الدولة عملت التصريح بقتي كرة بتدور على شركة تعمل لك الابير الابير حسب العمك اللي انت عايزه والطاقة اللي انت عايزها كل تيه الافات مؤلفة بتتفع وبقتي كرة بتعمل طرق ومشيات في الارض بتاعتك وبتعمل حدود لارضك كل تيه تكاليف كتيرة بتتفع طب انت يا استاذي العزيز لما تاخد الارض في حتة بعيدة عن العمار وعن السكن وعن الاراضة الزراعية المزروعة انت مستصلح مستثمر واخد 200 فدان من الدولة لازم يكون معاك وسيلة نقل كويس على الاقل عربية دفع رباعي بيكوب عشان تشيل عمال وتشيل معدات وتشيل وتدخل في الرام لما تغرس ما ينفعش العربيات الصالون للناس الزوات اللي بيحبوا ييجوا يشتروا اراضي بالافدنة او جاي من الغربة متعوت على العربية الصالون الحلوة لا هنا ما ينفعش الكلام ده فانت من تمني التكاليف في الحاجات دي بعد كده في نقطة مهمة الشركة اللي انت بتعملها الشركة دي من افراد انت واصحابك او انت واخوتك او 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 لازم يكون بينكم بنبعض السكة عمياء تم اما ليه ان كل واحد هيطلع منكم البوكت ماني او الفلوس بتاعتكم بمبلغ معين كبير منتكلم كل واحد مسلا نص مليون تلات اربع مليون او مليون فانتوا لو اربع افراد خمس افراد فلازم يكون المينمم معاكم من السيولة للميتين فدان البكر اللي هتستصلحهم سيولة بتتكلم في خمسة مليون هتطلع منهم العربية الفرويل المحترمة زي مثلا لو التيوتة البيكب اللي هي خمسة راكب بتتكلم لك في حوالي ربعمية ستة وخمسين الف القزوزو بميتين وستين الف هاتي عربية لازم تكون جديدة ما ينفعش مستعملة عشان لو وقفت منك في الصحرة هتموت من العطش يمشي عليك تعلب ولا اي حاجة تاكلك فلازم تكيب الحاجة جديدة منت مش هتيك تكيب ارض وتيكي تبقى ايه بخيل وكده على حتة السيارة هتجيب بعد كده البير والطاقة حسب منت عايز عايز بير متوسط يعني انت بتتكلم من من تلاتة ربع مليون لتمنمائة الف هتعمل بير اعماق تمام ممكن يعديل مليون وربع ومليون ونص هدي كده من الخمسة مليون والسيارة نص مليون ولا ربع مليون انت كده بتتكلم في اتنين مليون اللي ربع ولسه ما عملتش حاجة ولسه ما عملت الشبكات للري الفرعية والرئيسية ولازم تبقى عارف خطتك ايه ولما تيكي تعمل التصريح اللي تاختب المحافظة الارض بتاحتك عايزها ارض لازم تكتب ده داجيني وحيواني وسمكي وزراعات مختلفة عشان يتحط لك النخل والشجر والتوباء والعطرية والمحاصيل وخلافه ما تكيش بعد كده تزرع محاصيل ويبقى الورقة بتاحتك طلعلك بنخل ما ينفعش ولا ايه وما فيش حتى يسترخص وقولك ما احنا مناخد من الدولة بتلتميت جنيه الفدان لا يا حبيبي انت لسه هتدفع تلاتة وعشرين ضعف القيمة على اقصات معينة للدولة فلازم تتحطها برطة في الاعتبار بعد كده في السيولة بتاحتك عشان مكيش تقول يا بوزيت ما غزيت ولا ايه بجانب ان انت بجانب ان انت كمان تعمل حاجة انت عملت البير والطاقة وكبت السيارة والبعض المسافة تيكي بقى تعمل شبكات الري هتحتاج حفار ولودر عشان يبتتي سوي لك الارض عالب واطي تكلفة شبكات الري هتعمل شبكة المتر بكام المتر الحديد اللي تعمل بيه الشاسيهات بتاعت الطاقة الشمسية والبير من تحت بكام سعر طن الحديد بيختلف ومصنعية العامل بتختلف كل تيه فلوس بتحطها عندك في الدراسة بتاحتك بعد كده بتعمل شبكة الري لازم تكون مدفونة عشان فيه شركات بتبيع الاراضي للناس اللي بتحب تشتري الارض المية على رأس الارض يا ناس يا ازكية بتلاقي الشركات يعمل لك الخطوط الري على سطح الارض وعمل لك تبه فوقيها هو اصلا كيب لك ماتيريال تعبان وخمة تعبانة ما الماتيريال يعني الخامة تمام وبيضة وحتطلق على وش الارض فانت اي معدة هتعدي من ارضك لارض جارك هتعدي فوق الارض دي هتتكسر البيباط المفروض ان يكون لكل كتر مية ليه عمك تفن من تحت يعني نقول مثلا التمانية بوصة على عمك مثلا متر اللي اتناشر بوصة على عمك متر ونص اللي اربعة بوصة على عمك السبعين سنتي تمام او الستة بوصة على عمك سبعين سنتي اللي اربعة بوصة على عمك مثلا نص متر او اربعين سنتي وهكذا يبقى كل الشبكات الرئي بتاعتك الرئيسية لغاية الاتنين بوصة مدفونة تحت مستوى سطح الارض مش فوق يا فرحانين بالزواءة كل تيتكاليف هتلاقي نفسك صرف لك وغير كده بقى حكا تانية انت هتصق في واحد من اعطاء الشركة بتاعتك هتتيلوا فلوسك كلها في حسابه البنكي او بتحساب البنك اللي هتعملوا بيه الشركة وهيطلع باسمه السجل التجاري وتعامله مع الحكومة ومع كل الدوائر انت كانسان اتقول ايه اللي فرق بينه وبين محمد او حسنين ما انا زي زي وتافع زيه اش معنى هو يبقى المعلم وحنا لأ وتبتطو تتخنقه او واحد يقولك اصلابوية هيعمل عملية قلب مفتوح والامراتي هتتطلع والابني هيدخل مش عارف كلية ايه ولا دا ولا دا ولا دا كلها عزار هيجي يقولك مع السلامة نطالة تمام هيجي يقولك زي واحد ان برح كلمني محامي هقولي لا تنعمل عليه شرط جزاء لو اي حد من العطاء ينسحب هناخد ارضه ونوزحها علينا ومش هياخد فلوسه تمام عقابا ليه هو انت مين هو انت ربنا سبحانه وتعالى فكل تي مخاطر انتو بتقعوا فيها يا مختربين ياللي عايزين تيكي تاختوا من الدولة مساحات ارض وانتو مش متخصصين وخلي بالك انت جاي بعد الفرح ما خلص يعني ايه الفرح يعني كله تقسم التورتة تقسمت وحتة البسبوسة بالقشتة تقسمت واللي فاطل لحوسة اللي اتباق فانت جاي بعد كل اللي حلوة خدو طيب الحل ايه بقى اقول لك الحل ايه الحل بعقلانية اما ان انت يا مخترب معاك فلوس كتيرة الحمد لله وفضل من الله سبحانه وتعالى تيجي تاخد لك خمسة فدان او عشرة فدان بالكتير يعني سهمة او سهمين وتزرحهم وتتعب وتشقى فيهم وتعملهم بطريقتك وتزرع سنة واثنين وثلاثة في خلال التلات سنين هتعرف جو المنطقة وجو الاراضي وجو الدنيا والاسعار ومين الحلو ومين الوحش ومين العمال الكويسين والعمال مش كويسين وشركات الطاقة والبير والمعدات والعربيات وكل شيء بعد كده انت بقى متكن الفلوس الالفات المؤلفة ساعتها ممكن تقع على واحد مثلا زي الارض اللي انا واخد منه عامل خمسة وسبعين فدان وعملهم البير والطاقة وبقية الارض فاضية بيبيع الارض فاضية بكام بستة الاف طب ليه؟ اقولك ما انت عندك واحد هناك بيبيع باربعة وواحد جوه بيبيع بتلاتة ونص وواحد جوه خالص بيبيع باتنين ونص وجوه جوه عند الجبل بيبيع بالف ونص ولا الف عشان عملوا ايه؟ عملوا كل الاوراق القانونية وبيجي يتهلك مشافية لوضع يد ولا عربوية ولا نصابين ولا حرامية ولا اي حاجة يبقى انا خدت الحتة اللي انا عايزها مشاكل من الدار للنر وبعت كرة اكي هيتنصب على فلوسي وهيتنصب على حالي عشان عايز اخد ارطي بكميات كبيرة وانا مش فاهم في الزرع واتلطخ على افايا وبعت سنة سنتين يا ناس يا لهوي الحقون ايه تانا اتنصب علي تانا مش عارف اشتريت الارض من مين ولا اشتريتها من المحافظة وخدتها مني وكاني وماني وترتني وندخل بقى في سكة الولولة والقعات على المساطب ما ينفعش الكلام ده يا اخوان انت معاك فلوس وتعبان وشقيان بيها كفئة العاملة اللي زي حالتنا نيك نشتري خمسة عشر فتنين خمستاشر فتنين حتى اقصى انت بقى من البشوات البرنسيسات برنس كيرف زمانك شغال في البترول بيتاكل دهب وياقود ومرجان والماز زي ما كانوا بيقول لنا ان احنا الشغالين في الامارات ان احنا ان انا عشان موانتس باخد زيكيبي دهب كل شهر وبعت كرة بيتوني كل سنة منحة بقى ثلاثة اربعة زكايب لقلق ومرجان زي بعد كانت يعني خلتي خلتي انا لما تغربت بتقولي اه وقت مش قاة ترتكيب لي حلق لقلق تنتو عنتوكو في تباي بتنزلوا الماية بيتلاقوا اللقلق فقلت سبحان الله والله احنا مش رقيين حتى اللقمة اللقمة الحاف احنا متمرمطين وطلعين اللي جابونا في الغربة احنا من سف التراب سف احنا شفنا زل خمستاشر سنة ويما ربنا فتحها بشركة كويسة اللي خوزعني واحد مصر وراح خبس علي عندي ناس كبيرة قال لك تم وانت اسمورات عامل قناة وبيصور حاجات ومحتاجات ولازم يبقى عبرة لمن يعتبر وحاجات وبعد كرة جاي يقولي خليني ساكت حاسب لو نعمل وكير بجد فخد ارض اتعلم فيها لما تبقى كويس خد لك ارض حلوة كويسة ولما تيجي تقول انا عايز اعمل شراكة لو اخوك ابن امك وابوك برطو تبقى ايه من جواك حرص ولا تخون ان احنا بقنا في زمن منقعد نعد صابع ايدينا لما نسلم على حد مش شك ولا خوف ولا ان الدنيا كلها بقت غابة لا احنا ناس كويسة ومتربية وعارفين ربنا سبحانه وتعالى لكن بديلك الفايدة بديلك الخلاصة خيل انت باعت لما تيجي تدفع او تاخد الارض بالامر المباشر ولا من المحافظة ولا من الدولة وفي الاخر تفحات الارض تلاقي لاما طفلة او جير او صخرة هتعمل ايه هتعمل ايه اقولك هتعمل ايه انا الصب انت هتنصب بقى في الحالة دي هتروح تكيب عربيات وتدفن الارض بتحتك تفان بقى عمكة خمسين سنتي ولا سبعين سنتي وتقسمها ليزر ومحابس واتحها للناس متقطعة وتقولهم الفدان بخمستاشر الف ولا عشرين الف ليه عشان انت خدت على افاك فتي فكرة واحد ناصح يبتر ما تطلع خسران يقولك تيت وبعد كده تخلع واللي يلبس يلبس واقسم بالله العلي العظيم والله في ناس كتيرة بتكلمنا على التليفون عايزة تخلص من اراضيها المعيوبة وتلبسها للناس التانية عشان تخلع وتشغير اراضي تاني هنا مش حلو هتوقع صح طب بالنسبة للعرب اخواتنا العرب في كل مكان في وطننا العرب عايز ديك مصر هتبقى مستثمر مستثمر وليس مالك تمام بالنسبة بقى للناس بقى البرنس بقى والبعشة والكلام تكل تعالى بس اعمل لنا مصنع اعمل لنا تلاجات اعمل لنا علاقات عامة حلوة في منطقة الواد الجديد تخل استثمراتك الحلوة الجميل ما تشتري ليش ارضي بقى الله يبارك لك لا اعملوا بقى شركة كبيرة مصانع تكفيف شمسي شمسي حلوة هي جميلة لا في غيوم ولا في حاجة اهيه جميلة وحلوة اعملوا مصانع تكفيف شمسي اعملوا مصانع صلصة اعملوا مصانع اغزية مجمدة اعملوا مبردات اه في كل قرية لو عملتم مبرد هتخلوا الناس بدل ما كل الواد الجديد بيزرع زراعات بزرية جافة او توابل او نباتات طبيعة عطرية هندخل في زراعة الفكهة الخضرية زي البطيخ والشمام والفراولة والحاجات الحلوة تي لعلمكو الارضي هنا جميلة هتنفع فيها الحاجات دي بس ما عندناش الناس المستثمرة ونزرع بطاطس البطاطس كتير هنزرع طماطم والفلف الالوان والخيار ونعمل السوب والهيتروبونيك والاكوابونيك وكل البونيك في بونيك تمام وهنبقى حلوين وتعمين بس ده يشتغل وده ينطف ده يشتغل وده ينطف ولما تكلموني كلموني بعد تكون مصلتوا الاستخارة وعملت كل الزكا والصم وعملت العمرة والحك وكل حاجة وسألت صاحبك واخوك وابوك وخالك وعمك اللي انتوا تعملوا حاجة وفي الاخر تكلمني تاخد مني الفايدة اتقعد بقى تحكي معايا كتير وهاري كلام مش عايز ده صح ولا ايه ليكو مع الف سلامة